ليست كأية مرحلة انتقالية كان رفض نتائج الانتخابات أول موقفاً للرئيس الأمريكي وأنصاره بعد إعلانها في السابع من نوفمبر تشرين ثاني الماضي حملة بدأت بالتصريحات ولم تنتهي برفع دعاوى قضائية رفضتها المحاكمة مكالمة هاتفية أجريت بين ترامب وسكرتير ولاية جورجيا في محاولتنا لقلب نتيجة الانتخابات ومظاهرات مؤيدة لترامب ورافضة لفوز الرئيس المنتخب جو بايدن خرجت الأمور عن السيطرة بعد اقتحام الكونغرس عندها فقط اعترف ترامب بهزيمته ومعد بانتقال منظم للسلطة فرئيس ترامب حاول قدر الإمكان أن لا يعترف بهذه النتائج ولكن الرئيس بايدن كان في الحكومة منذ أربع سنوات فهو لم يكن بعيداً جداً عن الحكومة الأمريكية كان نائب الرئيس ويعرف كل دواخل وخوارج الحكومة الأمريكية اقتحام الكونغرس فتح الباب على مصرعيه للديمقراطيين لعزل ترامب في مجلس النواب لتنتهي المرحلة الانتقالية باعتبار بايدن رئيساً منتخبان خلفاً لرئيس واجه إجراءات العزل لمرتين رفض نتيجة الانتخابات ليس جديداً على واشنطن يقول متابعون وإن لم يكن بنفس الحدة يسير ترامب على خطى إدارة أوباما وهيلاري كلينتون بعدم تسهيل انتقال السلطة لبايدن ولكن الفكرة أن هذا مميز ومخصص لترامب فهو مخالف للواقع والحقيقة لا يؤثر ما حدث على السياسات الخارجية إذن لكن البعض يتخوفون من التأثير المستقبلي لتداعيات العملية الانتخابية على الولايات المتحدة وبدلاً من الإعداد لمرحلة تتقل فيها السلطة خلال شهرين بعد الانتخابات انشغلت إدارة بايدن بمعارك قانونية وواجهت تحديات الإعداد لمرحلة جديدة في ظل عدم تعاون الإدارة الحالية هكذا تستقبل واشنطن رئيس الولايات المتحدة السادسة والأربعين تجديدات أمنية تهيمنوا على حدث انتقال السلطة في أمريكا ينتهي عصر ترامب وتدخل أمريكا عصر بايدن بايدن الذي يقول مناصره أنه فاز بالانتخابات أربع مرات بالمجمع الانتخابي والتصويت الشعبي وبأحكام المحاكم وأخيران بمصادقة الكونغرس ريما بحمدية العربي وعشونط